أعوذ بالله من الشيطان الوديم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون اسقلات ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبسقارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب لمبن بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنت الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمتنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إتنا معكم إتنا ما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ليمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشترفوا الضلالة بالهدى فما وبحت جاوتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم لتركهم في ظلمات لا يبسقرون سقم بكم نعمي فهم لا يرجعون أو كسقج بابن السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أسقابعهم في آذانهم من أسقباع قحذ والموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخقف أبسقارهم كلما أضاء له فمشوا فيه وإذا أظلم عليهم قادوا ولو شاء الله لذهب بسمعهن بسقارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي دعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنسل من السماء ماءا فأخرج به من السموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فإن كنتم في غيب ابنب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوغة ابنب مثله ودعوا شهداءك ابن دون الله إن كنتم سقادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا الناو التي وقودها الناس والحداوة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا سقال حاتيتنا لهم درنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثموة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أسود فطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحجي أن يضرب مثلا ما بعوذة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أتنه الحق من غبهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي نوسقل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحجيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم في الأرض دميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال وابك للملائكة إتني داعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبدئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك آت العليم الحكيم قال يا آدم أنبهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستقبغ وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجوة فتكونا من الظالمين فأسل لهم الشيقان وعنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا بقوا بعضكم لبعض نعدف ولكن في الأرض مستقبون ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبقوا منها جميعا فإما يأتيتنكم نتني هدا فما تبيع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك صحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أناعمت عليكم دأوفوا بعهدي أوف بعهديكم دائيا فوهبون وآمنوا بما أنسلت مسقدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وذكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا اسقلات واتوا الزكاة واركعوا ماء الواكعين أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم داء أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا باسقبر وسقله وإنها لكبيغة إلا على الخاشعين الذين يظنون أتنهم ملاقوا ربهم أتنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم داء أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفسنا عن نفسنا شيئا ولا يقبلوا منها شفاعتكم ولا يؤخذوا منها عدلون ولا هم ينسقرون وإذ نجيناكم من آل فراعون يسومونكم سوء الأعذاب يذبحون أبناءكم يستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فوقنا بكم البحر فأنجيناكم أغرقنا آل فراعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم لاتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقدلوا أنفسكم ذلكم خيغوا لكم عن دبارئكم فتاب عليكم إتنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نوالله جهوتا فأخذتكم اسقائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم ابن بعد موتيكم لعلكم تشكرون فضللنا عليكم الغمامة وأنسلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما وزقناكم وما ولمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خقاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ولموا قولا غير الذي قيل لهم فأنسلنا علي الذين ولموا رجس ابننا السماي بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نغري بعسقاك الحجر فانفدغت منه ثنتا عشوة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نسق بالعلاقة عام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما قلها وقثائها وفومها وعدسها وبسقلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهمقوا مسقرا فإذن لكم نسألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بيتنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون اتنبكين بغير الحق ذلك بمعسق وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا ورنسقار واسقابئين من آمن بالله واليوم الآخر يوعمل اسقالحان فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفنا عليهم لهم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت ابن بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم وتبن الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قوة خاصئين فدعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما عدة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إذن الله يأمرك ما تذبح مقره قالوا وتتخذناه سبا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبكي لنا ماهي قال إذنه يقول إذنها بقرة لفارد ولا بكر عبان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دع لنا ربك يبكي لنا ما لونها قال إذنه يقول إذنها بقرة نسق فراء فاقع لونها تسوقت ناظرين قال دع لنا ربك يبكي لنا ماهي إذن البقرة شابه علينا وإذن إن شاء الله لمهتدون قال إذنه يقول إذنها بقرة لا ذلول وتفيغ الأرض ولا تسقي الحوث مسلمة لا شيد فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذن قتلتم نفسنا فاداوأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسن قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجغ منه الأنهار وإن منها لما يشطك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهمق من خشية الله فما الله بغافل عب ما تعملون أفتق معون أن يؤمنوا لكم لقد كان فريق ابنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وامتنا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه ابن ما فتح الله عليكم ليحاجوكم ابنه عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أبميون لا يعلمون الكتاب إلا ما نكب إنهم إلا يذرنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم نب ما كتبت أيديهم فويل لهم نب ما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا إجامة معدودة والأتحدث معند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون عن الله ما لا تعلمون بلى ما كسب سيئة وأحاقت به خقيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذا خدنا ميثاق بني صوائل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسن وقي مسقلات واتسكا ثم توليتم إلا قليلا منكم داءتم معرضون وإذا خدنا ميثاقكم لا تصفكون الدماءكم لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم داءتم تشهدون ثم آتم هؤلاء تقتلون أنفسكم نتخرجون فريقتناكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم ساوى تفادوهم لهو محاوم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفغون ببعض فما جساء من يفعل ذلك منكم إلا خسيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يغدون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عب ما تعملون أولئك الذين اشتربوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا عنهم العذاب ولا هم ينسقرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بغسل وآتينا عيسى بن مغيم البكنات وأجدناه بغوح القدس أفكلما جاءكم رسول ابن ديما لا تهوى مفسكم استكبوتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهن فقليل ابنا يؤمنون ولما جاءهم كتاب ابن عمد الله مسقدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ابن عرفوا كفروا به فلعنتوا الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسه من يكفروا بما أنزل الله بغينا يكن نزل الله من فضله على ما يكنشاء من عباده فباءوا بغضبنا على غضب وللكافرين عذاب ابنهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق المسقدقا لما معهم قلوا فلم تقدلون ابن يا الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم ابن نوسى بالبجنات ثم اتخذتم العجل من بعده فأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم نرفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم ابن قوة واسمعوا قالوا سمعنا وعسقينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الداغو الآخرة عند الله خالص قتب نعدون الناس فتمتنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمتنوه أبدا ابن ما قدمت أيديهم والله عليم ابن الظالمين ولتجدنهم أحوسق الناس على حياه ومن الذين أشوكوا نودوا أحدهم لو يعمروا الفسنة وما هو بمسحسحه من الأعذاب أك نعمر اللهم سقير ابن ما يعملون قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مسقد قلم بين يديه وهدى وبشغى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته وغسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات ابن الجنات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق ابنهم والأكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول ابننا عود الله مسقد قل ما معهم نبذ فريق ابننا الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانتنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياقين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياقين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إذنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفتقون به بين الموء وزوجه وما هم يضاردين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أتنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة ابننا عبد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للغافرين أعذابنا لهم ما يود الذين كفغوا من أهل الكتاب وللمشركين أجنسل عليكم ابننا خير ابن ربكم الله يختسق بوحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ناصخ من آية أو نوسها نأتي بخير ابنها أو مثلها ألم تعلمتنا الله على كل شيء قدير ألم تعلمتنا الله له ملك السماوات والأرض وما لكم دون الله من وليك ولا نشقير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل لمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ول سواء السبيل ود كثير ابن أهل الكتاب لو يغدونك ابن بعد إيمانكم كفاغا حسد ابن عند أنفسه ابن بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واسقفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيم اسقلات وآت الزكاة وما تقدم لأنفسك ابن خير تجدوه عند الله إن الله مما تعملون مسقير وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هدن أو نسقارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم منكم دمسقادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم لهم يحسنون وقالت اليهود ليست إن نسقارا على شيء وقالت إن نسقارا ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مبمنع مساجد الله أن يذكى فيها سمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون أقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبله ابنه لقولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومكم يوقنون إنا أوصلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسهلوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهد ولا تنسقر حتى تتبع ملتهم قلتنا هدى الله هم الهدى ولئن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولك ولا نسقير الذي ناتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فمن يكفر به فأولئك هم الخاصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنا عمت عليكم لأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفسه عن نفسه شيئا ولا يقبلوا منها عدل ولا تنفعوها شفاعة ولا هم ينسقرون وإذ ابتلا إبغاهما ربه بكلمات فأتب مهدن قال إذني جاعلك للناس إماما قال ومن ذو الرجئتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من المقام إبغاهما مسقلا وعهدنا إلى إبغاهما وإسماعيل أن طاهر بيطيا للقائفين والعاكفين والركع السجود وإذا قال إبغاهما رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثموات من آمن منه ابن الله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أذقره إلى عذاب النار وبيس المسقير وإذ يرفعوا إبغاهما القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل ميتنا إنك آت السمي على لي ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرقتنا أمة بنسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب وحيم ربنا وبعث فيهم وصولك منهم يترو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم إنك أنت الانسيس الحكيم ومن يرغب عن من التي إبغاهما إلا من صفها نفسه ولقد اسطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذا قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمين وبسقى بها إبغاهما بنيهما يعقوب يا بنيك يتن الله اسقف لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لما كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذا قال لبنيهما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبغاهما وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كصبت ولا كبنا كصبت من لا تسألون عب ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نسقارا تهتدوا قل بل ملة إبغاهما حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمتنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبغاهما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباقي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتيرن بيكون من ربهم لا نفرق بين أحد ابنهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمت ابنه فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع على ليم إسقبغة الله ومن أحسن من الله إسقبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحن له مخلصقون أم تقولون إن إبغاهما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباق كانوا هودا أو نسقارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة نعنده من الله أم الله مغافل عب ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كصبت ولكم ناك صبت للا تسألون عب ما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى سقراء المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا وصلوا عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع وصل من من ينقلب على أقبيه فإن كانت لك بيغة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نغا تقلب وأن قد نغا تقلب وجهك في السماء فلنوليتنك قبلتنا ترضاها فولي وجهك شقا للمسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أتنه الحق من ربهم أما الله يغافلنا بما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية فنا تبعوا قبلتك وما أوت بطابعين قبلتهم وما بعده بمتابعين قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءه ابن بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين أوتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم وإن فريق ابنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونتنا من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله دميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خوضي تفاولي وجهك شقا للمسجد الحرام وإنه للحق من غبكم ومن اللهم غافلنا بما تعملون ومن حيث خرجت فاولي وجهك شقا والمسجد الحرام وحيث ما كنتم فاولوا وجوهكم شقره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم تخشوني ولأتب من نعمتي عليكم لأعلكم تهتدون كما أوصلنا فيكم وصول ابنكم يتلو عليكم ما ياتينا ويسكيكم يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ابنى لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم نشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا ونستعينوا من اسقبر واسقله إن الله مع اسقابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله يا مغات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلوتنكم نشيء ابننا الخوف والجوع ونقسقب من الأمغال والأنفس والثمغات أبشر اسقابرين الذين إذا أسقابتهم مسقيبة قالوا إتنا لله وإنا إليه رادعون أولئك عليهم اسقلوات مغبهن الرحمة وأولئك هم المهتدون إن اسقف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أبعتمر فلا جناح عليه أن يتوظف بهما ومن تقضع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يقومون ما أنسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيتناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واسقلح وبينوا فأولئك توبوا عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاغ أولئك عليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين حالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وخدلاف الليل والنهر والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنسل الله من السماء من الماء فأحجى به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتسقري في الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض إلى آيات القوم يكناقلون ومنت الناس من يتخذ من دون الله أندادك يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشهد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون الأعذاب أتنى القوة لله دميعا وأن الله شديد العذاب إذ تباغى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء أبو الأعذاب وتققعت بهم الأصباب وقال الذين اتبعوا لو أتنى لنا قوة فنتباغى منهم كما تبرأوا متنا فذلك يريهم الله أأمالهم حسرات عليهم وما هو ابن خارجين من النار يا أيها الناس كلوا متنا في الأرض حلالا قيبا ولا تتبعوا خطوات شيقان إنه لكم عدو مبين منما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء سقم بكم نعمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من قيبات ما وزقناكم نشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حوم عليكم والميتة والدم ولحم الخنزر وما أهل به لغير الله فمن إذ قر غير باغي ولا عاد فلا إثمع ليه إن الله غفور ورحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في مقونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب نليم ولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى ولا عذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بيتنا الله نفزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البغى أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغربي ولكن البغى منامنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبكين وآت المال على حبهنا بالقرب واليتام والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي النقاب وقام السقلات وآت السكة والموفون بعهدهم ذا عاهدوا والسقابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين اسقدوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بداء إليهم حسان ذلك تخفيف من ربكم الرحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكن في القساس حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوسقية للوالدين والأقربين بالمعروف حقنا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإذنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميعنا عليهم فمن خاف من ابنه سقنجن فنأو إثمان فأسقلح بينهم فلا إثمى عليه إن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اسقيامكم ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أجامكم معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدد ابننا أجام أخر وعلى الذين يطيقونه في دية قاعم مسكين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تسقم خير لكم إنكم تعلمون شهر رموان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبجنات ابننا الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسقمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدد ابننا أجام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عدني فإطني قريب وجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة السقيام وغفتوا إلى نسائكم هن لباس لكم دانكم هن لباس لكم دانتم لباس لهدن علما الله ويتنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عليكم فالآن باشغوهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيق الأبيض من الخيق الأصود من الفجر ثم أطبوا السقيام إلى الليل ولا تباشروا هن فانتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله وآياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أمغى لكم دينكم من الباقل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق أمغى للناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقع للناس والحج وليس البغ بها وتأتل بيوت من ظهورها ولا كتن البغ ومن اتقاه وأتل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم لا أخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحوامي حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن يتهو فإن الله وفور رحيم واقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن يتهو فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقسقاس فمن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم نتقوا الله واعلموا يتنى الله مع المتقين فأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إذن الله يحب المحسنين وأتبوا الحج لعموة لله فإن حسكرتم فما استيسر من الهديك ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فما كان منكم مريضا أوهي أدب نغأسه ففدية ابن نسقيامنا أسقد قدنون سك فإذا أمنتم فما تمتع بلعمرتي للحج فما استيسر من الهديك فمن لم يجد فسقيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجعتم تلقى شرط كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد حقام واتقوا الله واعلموا أثنى الله شديد الإنقاب الحج أشهرط معلومات فما فرض فيه إن الحج فلا وفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير والذات التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناحنا وتبتغوا فضلت من غبكم فإذا أفضت ابن العرفات فاذكروا الله عند المشاري الحرام واذكروه كما أهداكم لأن كنت ابن قبله لمن الضالين هم أفضوا من حيث أفاضت ناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قويتم نناسيكم فاذكروا الله كذكريكما باءكما وشد ذكرا فمن الناس من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنه ابن يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نسقيب ابن ما كسبوه والله سريع لحساب واذكروا الله في أيامك معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فمن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أتناكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخسقام وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلق الحوث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته لعزة بالإثم فحسبه دهتنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتقاء مرضات الله والله رؤوف ابن العباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات شيقان إنه لكم عدوب مبين فإن انزلت ابن بعض ما جاءتكم البينات فأعلموا أتنا الله أزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال ابننا القمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كما آتيناه ابننا آية ابننا فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد الإقاب سجنا للذين كفأوا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء وغير حساب كانت ناس أمة واحدة فبعث الله النبكين مبشرين ومندرين وأنسل معهم القتاب بالحق لحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات وبغيب مينهم فهدى الله الذي آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى سقراق مستقيم أما حسبتم أن تدخل الجتنة ولبنا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وسلسلوا حتى يقول وصلوا الذين آمنوا معه متى نسقل الله ألا إتنا نسقل الله قريب نسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت ابن الخير فللوالدين والقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كهن لكم عساء تكره شيئا وهو خير لكم عساء تحب شيئا وهو شغل لكم الله يعلم فأنتم لا تعلمون نسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير واسقدنا عن سبيل الله وكفر ابنه والمسجد الحرام فإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يغدوكم عن دينكم إن استقاعوا فمن يغتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حمقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك صحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هادروا وتاهدوا في سبيل الله أولئك يرجعون الرحمة الله والله وفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم والآيات لعلكم تتفكغون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل اسقلاح لهم خير فإن تخالقوهم فإخوانكم الله يعلم المستدى من المسقلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله أزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمدوا بمؤمنة خيروا بني بمشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبدوا بمؤمنة خيروا بني بمشركة ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجدنة والمغفرة بإذنه أيبجن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يقهرن فإذا تقاهرن فأتوهرن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقاهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أرنى شئتم نقدم لأنفسكم أتقوا الله وأعلموا أرنىكم نلاقوه أبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم وتبروا وتتقوا وتصلح بين الناس والله سميعنا لهم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم لما كسبت قلوبكم والله وفوغ نحليم للذين يؤلون من نسائهم تربسقوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله وفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميعنا لهم والمطلقات يتربسقن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كتن يؤمن بالله واليوم الآخر أبعولتهن أحق بغدهن في ذلك إن أوادوه إسقلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللردال عليهن دوده والله عزيز حكيم الطلاق موغتان فإن ساك ابن معروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكما تأخذوا مبنا آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدد به تلك حدود الله فلا تعتدوها أمن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له مبعد حتى تنكح سودا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يتراجعا إن ضدنا يقيم حدود الله تلك حدود الله مبجنها لقومك معلمون وإذا طلق دمت النساء فبلغنا أجلهتنا فأمسكوهتنا بمعروف أو صرحوهتنا بمعروف فلا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا أمن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم ما أنسل عليكم ابننا الكتاب والحكمة يعيدكم به أتقوا الله وأعلموا أتنى الله بكل شيء عليم وإذا طلق دمت النساء فبلغنا أجلهتنا فلا تعذلوهن يا كحنا أزواجهتنا إذا طراضوا بينهم المعروف ذلك يوعد به ما كان منكم يؤمن بالله وليوم الآخر ذلكم أزكالكم أطهر والله أعلموا وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعنا أولادهن حولين كاملين لمن أواد أن يطب من رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوة هتنا بالمعروف لا تغلف نفس إلا وسعها لا تغرب والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أواد فسقالنا عن تراضي ابنهما وتشاورنا فلا جناح عليهما وإن أوادتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتنا آتيتكم المعروف واتقوا الله وأعلموا أتمن الله مما تعملون بسقير والذين يتوفون منكم يذاغون أزواجيك يتربسقن بأنفسهن أربعة شهر وشهرين وعشرة فإذا بلغنا أجلهرنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف الله مما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضت ابنه من خقبة النساء أو أكناض في أنفسكم علم الله أتنكم ستذوقونهن ولكن لا تواعدوهن سوءا إلا أن تقول قولة معروفة ولا تعزموا أقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أتنى الله غفوغ حليم لا جناح عليكم إن طلق دمو النساء أما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلق دموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسقف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفوا الذي بيده أقدة النكاح فأنتعفوا أقرب للتقوى ولا تنصفوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بسقير حافظوا على إسقلوات وإسقلات الوثقاء فقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمك ابنا لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم نيداغون أزواجا وسقية لأزواجه ابنتاعا إلى الحول غير إخراج فإن خوجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسه ابنا بمعروف والله أزيز حكيم وللمطلقات متاعهم المعروف حقا على المتقين فذلك يبجن الله لكم آياته لعلكم تعقلون أقلم توا إلى الذين خرجوا من دياره ابنهم ألوفا حذى والموت فقال لهم الله وثو ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في صبيل الله واعلموا أتنى الله صبيعا عليم من ذا الذي يقرض الله طرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا الله يقبض ويبسق وإليه تردعون ألم توا إلى الملائم ابن نيسو وإلى من بعد موسى إذن قالوا لنبيك الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هنا عسيتم أن كتب عليكم لقتلوا ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلا بنا كتب عليهم ونقاتلوا تولوا إلا قليل ابنهم الله عليم ابن الظالمين فقال لهم نبيكهم إذن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أتنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤد ساعة ابننا المال قال إذن الله سقطاه عليكم نزاده بسقطا في العلم والجسم الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فقال لهم نبيكهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة ابن غبكم وبقية ابن ثم ترك آل موسوى آل هاغون تحمله الملائكة إن في ذلك لا يتلك من كنتم مؤمنين فلما فسق القالوت بالجنود قال إذن الله مبتليكم لنهر فمن شرب منه فليس متني ومن لم يقعمه فإذنه متني إلا من اغترف غرفة ابن يده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما دافزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بتالوت وجنوده قال الذين يذتنون أتنه ابناء الله كابن فئة قليلة غلبت فئتا وكثيغة ابن إذن الله والله مع السقابرين ولما برسوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أثرق علينا سقبرا وثبت قدامنا وانسقرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فقتل دابود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه ابن يشاء ولولا دفع الله اتناس بعضه ابن بعض فسادت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتروها عليك بالحق وإنك لمن الموصلين تلك غسل فضلنا بعضهم على بعض منه ابن كلم الله ورفع بعضهم دواجات وآتينا عيسى بن معجم البجنات وأجدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من معده ابن بعد ما جاءتهم البجنات ولكن اختلفوه فمنه ابن آمن ومنه ابن كفر ولو شاء الله مقتتلوه ولكن الله فعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ميت ما رزقناك ابن قبل أن يأتي جوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عمده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء ابن علمه إلا بما شاء وسيع كرسجه السماوات والأرض ولا يؤده وحفظهما وهو العليك العظيم لا إكواها في الدين قد تبين وشهد من الغي فمن يكفر بالقاغوت ويؤمي ابن الله فقد يستمسق بالعروة الوثقى لا أنفس قام لها الله سميعنا لهم الله ولك الذين آمنوا يخرجه ابن الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم قاغوت يخرجون ابن الظلمات أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ألم دعو إلى الذي حاج إبغاهما في ربه أن آتاه الله المل إذ قال إبغاهما ربي الذي يحجي ويميت قال أنا أحجي وأميت قال إبغاهما فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مرى على قرية وهي خافية على عروشها قال أتنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ميتعامن ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعد يوم قال بل لبثت ميتعامن فانظر إلى قعامك وشوابك لم يتسدنه فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العذام كيف نوشسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أتنا الله على كل شيء قدير وإذا قال إبغاهما ربي أريني كيف تحجي الموتى قال أبا لم تؤمن قال بلى ولكن ليقمئتنا قلبي قال فاخذ أربعة من قير فاسقرهن إليك ثم جعل على كل جبل ابن نهرنا جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وأعلمتنا الله أزيز حكيم مثل الذين ينفقنا مغالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسعن عليهم الذين ينفقنا أمغالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفقوا متنا ولا أذى لهم أجرهم عمد ربهم ولا خوفنا عليهم لهم يحزنون قولوا بمعروف ومغفرة خيروا من أسقدقتين يطبعوها أدا والله ونكنا حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبقوا أسقدقاتكم من المتن والأدا كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثله كمثل اسقفوان عليه تراب فأسقابه وابل فتركه اسقلدا لا يقدرون على شيء ابن ما كسبوه والله لا يهدلقهم الكافرين ومثل الذين ينفقنا مغالهم بتغاء مرضات الله وتثبيت ابن أنفسهم وتثبيت ابن أنفسهم كمثل ذاتنا ابن غبوة أسقابها وابل فآدت أكلها دعفين فإن لم يسقبها وابل فطل والله وما تعملون مسقير أَيَوَدُّ أَحْدُكُمَا أَن تَكُونَ لَهُدَتْنَ تُبْنِتْنَ خِيلٍ وَأَعْنَى بِنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَغَاتٍ فأسقابه الكبغ وله درجة وضعفا فأسقابها عيسقار فيه نار فحترق كذلك يبين الله لكم والآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ قَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُبْنِنَا لَأَرْضِ وَلَا تَيَبْمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ يَاخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَتْنَ اللَّهُ وَنِيْكُنْ حَمِيدُ الشيقان يَعِيدُكُمْ الْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمْ دِلْفَحْشَى وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِغَةَ بْنِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَافْسِعُ نَعْلِيمُ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقْدُهُ تِي خَيْرًا كَثِيرًا فَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أَوْلُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْدُ بْنِرْنَ فَقْدِنَوْ نَذَرْتُ بْنِرْنَ ذِنًا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنْسْقَارِ إِنَ تُبْدُسْقَدَ قَادِ فَنِئْبْ مَهِنَ وَإِنَ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهِ الْفُقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنَكُ بْنِرْسَجِّئَاتِكُمْ اللَّهُمْ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عليك هداهم نلاكتنا الله يهدمك نشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقنا إلا بديقاء وجه الله وما تنفق من خير وفأ إليكم دامتم لا تظلمون للفقراء الذين حسقوا في سبيل الله لا يستقيعون ضربا في الأرض حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفه بنفسي ما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقنا أمغى له من الليل واتنهر سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم يحزنون الذين يأكلون ضربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس ذلك بيتنهم قالوا إذنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع محوام الربا فما جاء أثم عائدة من ربه فانتهف له ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك صحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربس قدقاد والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين آمنوا عملوا اسقال حدي وقام اسقال تواتوا السكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ابن الله ورسوله وإن تبتم فلاكم رؤوس أمغالكم لا تؤلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرتنا فنظرة إلى ميسره فأنتصدقوا خير لكم منكم تعلمون واتقوا جوما تردعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسه ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تباينوا تبني دين إلى أجلب مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب اكملوا عدل ولا يأبى كاتبنا إن يكتب كما علمه الله فليكتبه وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صفيها أو ضعيفا أو لا يستقيع أن يملله وفليملل وليه بالعدل يستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان بما تردون من شهدائي أن تظل إحداهما أن تظل إحداهما فتذكي وإحداهما الأخرى ولا يأبى شهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصة عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا تغطابوا إلا أن تكون تداوة حاضرة تضيغونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يور كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإتنه فسوق أمنكم يتق الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة أمن يكتمها فإتنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسك ما وتخفوه يحاسبك بمه الله فيغفر لما ينشاء ويعذب ما ينشاء والله على كل شيء قدير آمن وصل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد ابن وصله وقالوا سمعنا وأطعنا وفغانك ربنا وإليك المسقير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إذن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسقنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عدنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسقرنا على الناس